اشتركوا في القناة يلجؤون ينامون في المزارع وفي البرار وفي الصحراء وفي كل مكان نحن مسؤولون عن هؤلاء ماذا نستطيع أن نقول لله عز وجل هل سألنا كيف يعيش هؤلاء كيف يأكل هؤلاء كيف يحتمي هؤلاء كيف يحافظون على أنفسهم وهؤلاء يبيتون في العراء وتمضي عليهم الأيام دون أن يأكلوا أو يشربوا وهم في كل لحظة يترقبون لحظة الاعتقال ثم يخرج من بين ظهرانين من يقول أن هؤلاء من اللي طالب منهم هذا وليش هم مسوين على روحهم هذا يطالبون بحقوقهم والساكت عن الحق شيطان أخرس ثم يأتي من يلوم هؤلاء بدل أن يلوم الظالم أو من يتكلم على هؤلاء ويشجع الناس على الكلام على هؤلاء ويحاولون أن يثنونهم عما هم فيه بل ويأتي بكل صلافة وجه ويطلب من هؤلاء المطاردين أن يسلموا أنفسهم إلى الجلادين الظلمة يصل الأمر إلى هذا الحد ثم يظن أنه يوم القيامة سيسلم من الحساب أمام الله سبحانه وتعالى بل أكثر من ذلك ويظن أنه في الحياة الدنيا يسلم من حوبة هؤلاء وأمثالهم نحن إما أن نستطيع نصرهم فننصرهم وإما أن ندل من ينصرهم أو أن نلتزم الصمت عندما لا يكون لنا حول أو قوة موسيقى